ضمن برامج المساهمة في إثراء المعرفة وتطوير العمل البحثي والأكاديمي عقد في مدينة إسطنبول التركية المؤتمر العلمي الدولي الثالث للدراسات الإنسانية والاجتماعية برعاية أكاديمية ريمار التركية وبالتعاون مع جامعة إسطنبول جديك وناقش المؤتمر قضايا اجتماعية وإنسانية مختلفة على مستوى المناهج البحثية المتعددة التي تعالج من خلالها الكثير من الموضوعات المعقدة ننظم هذا المؤتمر بالتعاون مع جامعة إسطنبول جديك وهي مكانه ومقرها في مدينة إسطنبول حضر هذا المؤتمر 81 باحث وباحثة من 14 دولة حول العالم كان عندنا أيضا جهات رائية لهذا المؤتمر مثل وزارة التربية الفلسطينية هذه المشاركة تأتي ضمن المشاركة رقم 4 في مؤتمرات ريمار حقيقة مؤسسة ريمار تقدم خدمة عظيمة لمجال البحث التربوي والبحث العلمي والبحث الإنساني بشكل عام المؤتمر حرص على صياغة أوراق علمية متعددة الرؤى والتطلعات تسهم بشكل فعلي في توسيع خارطة منظومات ومساقات العلوم الاجتماعية والإنسانية كما شهد مشاركة أكاديميين وباحثين وجهات علمية ومؤسسات إعلامية للتعرف على الدراسات والأبحاث المعاصرة في العلوم الاجتماعية والإنسانية وكنوع من التواصل ومد الجسور بين الشعوب العربية وتركيا حقا إنه مؤتمر رائع هذا العدد الكبير من المشاركين في مختلف العلوم الاجتماعية من جامعات متنوعة راقية ومتقدمة وكذلك من دول متقدمة وكثير المشاركون أكثر من عشر دول لدينا مشاركات من دول عربية وغير عربية اليوم نحن كبيت الإعلاميين نشارك المؤتمر الدولي للعلوم الاجتماعية والإنسانية نحن كبيت الإعلاميين العرب نهتم بهكذا مؤتمرات لأنه يكون سبب التقارب بين الشعوب العربية والشعب التركي وتعد العلوم الاجتماعية والإنسانية من أعقد العلوم التي أبدعها العقل البشري لذا سعت أكاديمية رمار التركية إلى تنظيم هذا المؤتمر العلمي للتعرف على العوائق والمشكلات التي يتعرض لها باحثواء العلوم الإنسانية والاجتماعية المعاصرة في دراساتهم الجديدة